بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح Machining Configurations وبنبدأ في أول نوع اللي هو Universal Style Slant Bit Turning Sense دلوقتي اللي موجود قدامنا هو Front View of the Machine فبنشوف ما هي الأجزاء المكونة للمشين هنا جدينا أول جزء اللي هو Head Stock and Spindle وبعدين نجد الجزء الثاني اللي هو Work Holding Device وبعدين نجد نجد أنه عندنا Tail Stock اللي هو يتكون من ثلاث أجزاء اللي هو Body والكويل والسنسر الجزء الثالث اللي هو التارت التارت اللي احنا بنسميه في Conventional المشين اللي هو المقلمة هنا التارت من الممكن أنها تحتوي ثمانية أقلام عشان أقدر أعمل بيها عمليات التشغيل المختلفة إذن هي دي التارت بنيجي نشوف إن المشين اللي قدامنا دي اللي احنا بنسميها Universal Universal ليه سميناها Universal بيقول لي Universal تارت من المشين اللي تعمل اللي تعمل اللي تعمل التشاكر وورك وتعمل الشافت وورك وتعمل الباروورك لذلك سميناها Universal مشين Universal تارت من المشين تعالوا بي نشوف دلوقتي ما هي الأكسز التي تتحرك فيها التارنينج CNC تارنينج ماشين الحركة بتاعتها لأنني عندي زي ما قلت في السلايد اللي فات أو في المقطع اللي فات إن أنا عندي Z أكسز اللي موجود قدامي ده وفي عندي Z minus وZ plus أعرف إزاي طب ليه بيهمين لأنني أريد عملية البروغرامنج طب عشان أعرف عمل عملية البروغرامنج قيمة Z value اللي هيتحركها التول اللي عايزة أوضح نقطة برضو هنا إن كل اللي هنتكلم عليه أو هنبرمجه إيه لأيه Tool Motion هي دي اللي هنتكلم عليها وهنعمل لها عملية البروغرامنج طب إمتى يبقى عندي أول حاجة إن أنا قلت اللي ماشين بتحرك في X Axis وفي Z Axis هذه Z Axis اللي هو دامي فبيقول لي إمتى أقول إن الvalue بتاعة Z سالبة وإمتى أقول إن الvalue بتاعة Z موجبة اللي تعالي نقدر نقول إذا كانت زي ما نشوف دلوقتي شوف التول بيتحرك إزاي شوف التول ماشي كده إذا كان التول moves towards the chakr يبقى كده زد سالبة إذا كانت التول زي ما نشوف ه كده moves away from the chakr يبقى زد موجبة يبقى Z إدلينس كونترولينج axis وله Z minus towards the chakr Z plus away from the chakr طب عندنا من ثاني عندنا X Axis ال X Axis نفس الكلام لها X minus و X plus إمت أول X minus وإمت أول X plus اللي نستطيع نحن نقول إن X minus if the tool moving toward the axis of the workpiece if the tool moving away from the axis of the workpiece إذن Z تبقى موجبة نشوف الحركة بتاعتنا إزاي يبقى X minus away from the workpiece Z تبقى plus X diameter controlling axis نكمل ونشوف عندنا إن أنا بقولك إن X is diameter control فبايجي بقولي إن أنا لو عايز أعمل أشغل الديامتر اللي هو أوصله لل3 ملي مت فبقولي يبقى command اللي هكتبه دي اللي بنقول عليه الword address اللي أنا هكتبها X uppercase 3 يعني أنا عايز البعد ده يكون ب3 بكده نكون وصلنا لآخر جزء لآخر سلايد في الشرح بتاع للسلان بد عايز أأكد عليك تاني إن بيقولي X is always diameter control axis and Z always length control axis السلام عليكم ورحمة الله نراكم في مقاطع أخرى السلام عليكم